وصل المدرب الجزائري نور الدين ويلد علي إلى العاصمة الموقتة عدن يوم الاثنين الماضي لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني اليمني لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الإماراتي يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من مارس المقبل ضمن منافسات المجموعة الثامنة من تصريات كأس العالم وأعلن ويلد علي يوم الثلاثاء الماضي عن قائمة أولية تضم 33 لاعبا استعدادا لمباراتي الإمارات وشهدت القائمة استدعاء لاعبين لأول مرة ممن تألقوا في الدوري اليمني بنسخته الأخيرة كما شهدت عودة لاعبين مخضرمين للتشكيلة مثل هداف الدوري أحمد ضبعان والحارس الأفضل سعود السوادي وعلى الرغم من ضم قائمة ويلد علي عددا من اللاعبين الشباب الواعدين إلا إنها شهدت غياب بعض الأسماء البارزة التي تألقت كثيرا في الدوري مثل محمد هاشم ووحيد الخياط وماجد الكازمي غياب لاعب أندية عدن الذين شاركوا في دوري عدن الممتاز فتح النار على اختيارات المدرب واتحاد الكرة ما جعل الشارع الرياضي يعبر عن رفضه لعدم استدعاء أي لاعب من عدن خصوصا وأن المحافظة تمتلك الكثير من الأسماء القادرة على إحداث الإضافة للمنتخب الوطني وسيدشن المنتخب الوطني معسكره التدريبي في العاصمة صنعاء استعدادا لمواجهتي الإمارات والتي تعد فاصلة في مهمة البحث عن خطف بطاقة التأهل من المجموعة ويواجه المدرب الجزائري تحديات كبيرة في مهمته الجديدة مع منتخبنا حيث يطمح الجمهور اليمني إلى تحقيق نتائج إيجابية في تصفيات كأس العالم وكأسياسها ويعد وصول المدرب نور الدين ويلد علي إلى عدن حدثا مهما في تاريخ الكرة اليمنية حيث يعتبر أول مدرب أجنبي يعمل من داخل اليمن منذ العام 2014 وينتظر الجميع بفارغ الصبر مشاهدة ما سيقدمه الأحمر الكبير مع هذا المدرب فهل ينجح الجزائري في مهمته المقبلة؟ ترجمة نانسي قنقر